انهيار للأصوار والأسقف النفايات بكل الزوايا الخراب يسود المعلمة التاريخي حصن الكافينياك أو برج الساعة الأصوات تتعالى بضرورة إعادة الاعتبار لهذا الصرح الثقافي برج الساعة هو معلم الحقبة الاستعمارية حيث تؤسس سنة 1849 وذلك من أجل دحر المقاومة الشعبية كان يطل على جميع المداخل المخارج مدينة بوسعدة البرج بالمسارة شهد عديد عملية التخريب وعملية الهدم وذلك طبعا لغياب واضح لحمايته طريقة لحمايته أو عملية حمايته الآن البرج في تصدع مستمر مطلب جميع سكان ساكنة المدينة وخاصة الناشطة المجتمع المدني إلي عادة ترميمه نرفع ندى لسيد رئيس بلدية سيد الولي المنتدب وسيد رئيس دايرة لولاية بوسعادة المنتدبة لفت الانتباه لهذا المعلم التراثي وهذا المعلم التاريخي لترميمه السلطات المحلية ممثلة في رئيس بلدية بوسعادة أكد أن مصالحه وضعت دراسة لإعادة ترميم المكان بالتنسيق وتكاثف كافة الأطراف المعنية أخذنا بعين الاعتبار لهذا المعلم التاريخي وقمنا بدراسة شاملة كاملة لهذا المعلم وخاصة بهذا البرج بجانبه المستشفى القديم الذي كان يستغله رجال الأمن واليوم الحمد لله هو إن شاء الله يكون تكملة لهذا لبرج الساعة وإن شاء الله في العاجل القريب بإذن الله وبتضافر الجميع أننا نحمي هذا المعلم حسن الكافينياكا الصرح التاريخي المميز والشاهد على حقبة تاريخية مهمة للمنطقة وبعد إعادة الاعتبار له سيكون لمحالة محطة للمسار السياحي بالمنطقة في المستقبل